عن استمرار عمليات تهريب المخدرات وحالة الانفلات الذي تشده معابر العراق الحدودية مع دول الجوار ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائس سيادة العميد مرحبا بكم يعني بداية نبدأ من التفويض الذي منحته حكومة السودان للميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي في التدخل بما وصفته بالقرارات الاستراتيجية لا سيما في المعابر ولكن السؤال المطروح هنا هل يجوز للحكومة أن تمنح هذه الصلاحيات بهذا الشكل لا سيما مع التقارير التي تؤكد ارتفاع عمليات تهريب المخدرات والسلاح أياك الله أخي أهلا بك سيدي كريم صادر محمد أهلا بك أخي الكريم لو كانت الحكومة منتخبة من الشعب نعم لا يجوز ولكن حكومة السوداني هي الإبن البار للإطار التنسيق الشيعي الولائي والتوفيق الذي منحته حكومته للميليشيات هي جزء من انتزامات هذه الحكومة تجاه الميليشيات تجاه تبيري رئاسة الوزراء هذه القرارات والصلاحيات المفتوحة والواسعة للميليشيات يراد منها جعل عمليات تهريب المخدرات والسلاح حالة مستمرة ومنظمة وبحماية السلطة ومنسات الحكومية وبهذا ستنتقل عمليات تهريب المخدرات والسلاح من حالة السلوك الفردي المخفي إلى النهج السلطة والحكومة العلنية سيدة العميد هذه الصلاحيات التي منحت للميليشيات إلى اي مدى تساهم باتساع عمليات تهريب المخدرات من وإلى العراق؟ هذه الصلاحيات الواسعة التي منحت الميليشيات والتغيرات السريعة في القيادات الأمنية والمخابراتية وحرص الحدود يراد منها أن تتخذ عمليات تهريب المخدرات والصواريخ والمسائرات بفت التنظيم والاستمرارية وبحماية حكومية ومن ثم الوصول إلى مرحلة التلاحك الجغرافي بين العراق والسورية التي تحولت لدولة مخدرات بشراف الحرس الثوري والميليشيات اللبنانية والعراقية وبهذا يحقق النظام الإيراني حرية الحركة والتنقل في جغرافيات واسعة لهذه التجارة الصفراء الغير شرعي سيادة العميد مع تحول العراق إلى مركز وممر عبور يهدد دول الجوار وحتى يهدد المنطقة مع نشاط عمليات تهريب المخدرات تعتقد أن الحكومات المتعاقبة متورطة في ذلك؟ أخي التخادم والتزاوج الغير شرعي الأمريكي الإيراني في العراق بل في المنطقة من أولى استراتيجيات أبقاء العراق في حالة لاستقرار الشاملة والحكومات المتعاقبة بمختلف مسمياتها هي من مخرجات هذه الزيجة الشيطانية لذلك ما وصل إلى العراق جراء الغزوات الهجمية الهمجية الإرهابية المتعدة لها كانت عسكرية مجتمعية ثقافية اقتصادية مخدرات جميعا تتحملها ومتورطة بها أمريكا كقوة محتلة للعراق وإيران كدولة متسيدة فيه والحكومات المتعاقبة كأدوات تنفيذية مشاركة في تدمير العراق والعراقين وعليه فالجريمة مركبة ومنظمة وأطراف متعددة وجميعا متورطة فيها ذكرتم الولايات المتحدة سيادة العميد هناك نية بأن يقدم الكونغرس ومجلس الشيوه قرارا لتقيض ما وصفها بدولة المخدرات التي تدعمها إيران داخل سوريا موضوع ترك الحدود بهذا الشكل في العراق هل سيساهم أو يهدد المستوى الأمني والاقتصادي داخل العراق؟ العراق جغرافيا وهنا منذ الاحتلال عام 2003 والنظام الإيراني اتخذها المساحة متاحة لتمرير مشاريع وغاياتها سواء على مستوى تهريب الصواريخ والمسيرات من إيران إلى سوريا أو تمرير المخدرات من سوريا للعراق وإلى دول الجوار لذلك أمن العراق واقتصاده تم اشتفاظهما بالسطوة الإيرانية المتسيدة ودواتها الميليشيوية وهذا تحول العراق أخي الكريم إلى حاضنة تضم أنواع التهجدات سواء للعراق وإمن اقتصادي أو لدول الجوار سيد العميد إذن ما المانع اليوم من النهوض بهيئة القمارك في العراق تعتقد أن ربما لدى حكومة السوداني النية الفعلية لمكافحة الفساد وعمليات التهريب التي تجري عبر الحدود العراقية شؤال مهم أخي سيد سيد محمد دائما العقيدة المؤسساتية للدولة تعكس الفكر العام للسلطة وتوجهها بما أن سلطة السوداني هي امتداد للسلطات التي سبقتها والاقتدار من قبل الأحزاب الطائفية والميليشيات فبالتأكيد فلم ولن تكون لديها منية إصلاحية أو حتى التفحيحية المنهجية لمكافحة الفتاة وإيقاف أو منع عمليات التهريب على الحدود لأن المستفيد من هذه العمليات هي الميليشيات وعذاب السلطة وهي من جاءت بالسودان لرئاسة الوزراء وهي من سينفذ رغباته وغايته والسكوت عن العمليات التهريب بمختلفة وعبل فيسهل مهام هذه العمليات الغير شرعية لذلك سلوك وتفرفات أقومة السوداني ستكون انعكاة لمنهج الميليشيات وستنجهد في المرحلة المقبلة تحويل العراق إلى حاوية وممر لمرور وتجارة الممنوعات المميتة من المقدرات والصواريخ والمسيارات من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي شكرا جزيلا لكم